بسم الله الرحمن الرحيم أنا الدكتور أحمد مهند استشاري أمراض القلب والأصطرف معهد القلب القومي كنت أحبب أن أتكلم مع حضراتكم عن النمط الصحي للحياة من أجل حياة أقل يعني خالية من الدهون وعشان مرض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم نتكلم في النمط الصحي للحياة زي ما بيقولوا كل التوصيات والدلالات من الجماعية الأمريكية وجماعية الأوروبية لأمراض القلب تتكلم على زيادة الرياضة نص ساعة يوميا على الأقل لمدة خمس أيام في الأسبوع على الأقل نمتنع عن التدخين لإكسار من أكل الخضروات والفواكه البعد عن الدهون المشبع وكان حصل لغط في الفترة الأخيرة أن الكوليسترول غير دار لكن الحقيقة نزلت برضو التوصيات نحن نبعد عن الأكل الدهون المشبع والجنك فود لمحلات الأكل السريعة ونعتمد أكثر على أجابات الصحية ونمط الحياة الصحي ممارسة الرياضة بانتظام زي ما بنقول والبعد عن التدخين وفي نفس الوقت واتباع حمية لتقليل الوزن دي أكثر الحاجات اللي احنا دائماً بننصح بها المرضى بصفة عامة وفي نفس الوقت أي مريض أو حتى لو مش مريض رجل أو امرأة سنه أكثر من أربعين عام المفروض أنه هو بيعمل بيعمل التشيك فور همسلف حتى لو هو مفيش أي أعراض أو شكوى لدى تم الأربعين عام مفروض أنه هو يراجع الطبيب ويعمل فحص مرة واحدة على الأقل لتنقنان على قلبه خصوصاً واكتشاف مرة الضغط اللي احنا بنسميه القاتل الصمت اللي احنا دائماً بنعرفه من مشاكله لكن ما بننتبهش لي إلا في معظم الأحيان بعد فوات الأوان وشكراً لحضراتكم